تصريحاته النهاردة يعني من الواضح كده أنه هو عارف قوة السوشيال ميديا في مصر والإعلام قليل بقى عشان نفس اللي ما يسمعوش تصريحات أنت أقولها هو بيتكلم عنه أنه هو بيتابع اللعيبة المحترفة بيتابع اللعيبة المحلية كل اللعيبة هتكون لها فرصة وتكون متواجدة داخل منتخب مصر نقطة مهمة كابتن عايز أتكلم حضاك فيها أن الراجل شايف أنه هو أهمية السوشيال ميديا وسائل التواصل الاجتماعي وأنه يوصل رسالته للجمهور إزاي؟ النهاردة حتى المساعدين اللي متواجدين معاه ما بيتفرجوا على أي مطش في الدوري بيصوروا نفسهم ويبدوا ينشروا الصور على وسائل التواصل الاجتماعي هو شايف قوة السوشيال ميديا وتأثيرها في مصر تحديد ما هي موجودة على مستوى العالم لا ما أعتقدش بالشكل ده ما أعتقدش هو من أول ما جاءه هو فاهم الموضوع ده يعني شاف الموضوع ده بشكل قوي في مصر أكيد الرسالة اللي وصلته برضو الصور على فكرة كان ضرب في الصعودية النصر وعارف أن السوشيال ميديا برضو قوية في الصعودية أكيد أكيد لكن أنا بقول مثلا حتى تصريحاته النهاردة أنه هو يعمل تصريحات وأنه هو بيتكلم على لعابة المحترفة واللعابة المحلية المساعدين بتوعه نفسهم بيتفرجوا النهاردة على كل المطشات وبيصوروا نفسهم أنه هما بيشتغلوا ويبدوا ينشروا الصور دي أكيد شافوا مطشة زي ماليكو بيراميز طبعا أكيد يعني يتفرج بيتابع كل مباراة الدولي المصري وأكيد بقى هيستعد بشكل قوي يعني مباراة ودية بقى هتكون في سبتمبر يلعى مباراة ودية لغاية بقى مرحلة بقى مرحلة التصفيات اللي هتبدأ في شهر مارس ودي هتكون المواجهة الأولى ترجمة نانسي قنقر